اشتركوا في القناة إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعدهم إلى بعد زغرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذروا ما يفهمون ولتسغى إليه أفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم نقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتناه الكتاب يعلمون أنه منزلوا من ربك بالحق بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرنتم إليه وإن كثيرا ليدنون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسمون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء يجادنكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان بيتا فأحييناه واجعلنا لو نورا يمشي به في الناس كمن متنوا في الظلمات كمن متنوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتم آتم قالوا لن يؤمن حتى نقتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أدرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صواف ربك مستقيما قد فصلنا الآيات القوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرون جميعا يا معشر الجن قد استكرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متوات الخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغلطهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملون وما ربك بغافل عما يعملون فربك الغني بالرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذنية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عام فسوف تعلمون من تكون له عاكبة الدار إنه لا يطلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو ناديم شركائهم ليغضوهم وليلبسوا عليهم بينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرك حجر لا يطعنها إلا من نشاء لزعم وأنعام خرمة ضرورها وأنعام لا يبكون اسم الله علي فراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطول هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة أنكهم في شركاء سيجزيهم واسبه إنه حكيم عليم قد قصر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغيهم وحرم ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مكتبين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من تمره إذا أثمر وآتوا حقا يوم حصاله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسنفين ومن الأنعام حمولة وفرشا خلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضقن اثنين ومن المعجسنين قل آذكرين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الآن ذكرين حرم أبين اثنين أما اجتملت عليه أرحام أثنين أم كنتم شهداء إذ وصراكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يذل الناس بغير علمه إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمى مسفوحة أو دمى مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصف الأهل لغير الله به فمن اثبر غير باغ ولا عاب فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكره ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شكوا مهما إلا ما حملته أو الحوايا أو ما اختلط بعضه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقربكم رحمة واسعة ولا يحض بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاكم بأسنا قل هل عندكم من علم فتقرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعددون قل تعالوا أتل ما حرم عليكم كن تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواعش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس النتي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مانا يقيم إلا بالتيه أحسن حتى يبلغ أشده وأوكل كين والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا غسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوكم ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصول فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على النبي أحسن وتفصيلا لكل شيء روضا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافنين أو تقولون أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أغلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر خل انتذروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست من في شيء إنما أمروا إلى الله ثم ينبئهم لما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى سراط مستقيم دينا قيما من ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر رازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ورجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع عقاب وإنه لغفور رحيم صورة الأعراف مكية باسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من لتنغر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا فجاءنا بأسنا بياتا أو هم قائمون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إنا أنقادوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أوصل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقص عليهم بعلم وما كنا ظائمين والوزن يومئذ من الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش خليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من تين قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعث قال إنك من المنذرين قال فمما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائمهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فرج منا مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدمسكم أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليذي لهم ما أولي عنهم من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلاهما بغور فلما ذاق الشجرة بدت لهم سوءاتهما وطفقا يقصفان عليما منه مرق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من القاسمين قال اهبطوا بعدكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حد قال فيها تعيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ورسوآتكم وريشا ونباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يقتلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسا وما ليهما سوآتهم إنه يراكم ورقبينه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاعشة قالوا وجبنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يؤمن فحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالخسط وأقيموا وجوكم عند كل مسجد ودعون مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون فريقا مدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء بيتون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقموا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسلفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من النزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدينية خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإكم والبغي بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي منكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار كن فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءت المصلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالت خلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ابداركم فيها جميعا قالت أخرى لأولئهم ربنا هؤلاء يضرون فآتي معذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولئهم لأخرى فما كان لكم علينا من فضل فضوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الحياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك ندي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نتلك نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون ونزعنا ما في صدوره من ظل متجر من تحت محمار وقالوا الحمد لله الذي هدانا النابى وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تنكم الجنة أولئتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فان وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذنوا أذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كنا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صر فسأبصروا تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا جمتنا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رسقكم الله قالوا إن الله عرمهما على الكافرين الذين اتخذوا بنونهوا ولعبا وغرطوا الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسلقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم مدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد قسروا أن تسوا وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي فلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليلة وإن نار يطلبه حثيثا والشمس والخمر والنجوم مسخرة بأمر ألا له الخنق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تبرعا وحفية إنه لا يحب المعتدين ولا تكسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الياح بشرا من بين يد رحمتي حتى إذا أقلت سحابا فقالا نسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تبكرون والبلد الطيب يخرج نباكم بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدا كذلك نصر كل آيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملم من قومه إنا لنراك في ضلال مبئن قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءتم بكم من ربكم على رجل منكم لينظركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في كنك وأقرقنا الذين كذبوا آياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخر مدى قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملم الذين كفر من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظرك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناسح أمين أو عجبتم أن جاءكم بكم من ربكم على رجل منكم لينظركم وانقروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصة فانقروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ولذر ما كان يعرض آباؤنا فأتنا بما تعرضنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجاذيونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان فانتبروا إني معكم من المنتظرين فأنجلنا هو الذين معه برحمة الله وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإذا تمد أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله إنكم آية فذروا ما تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصور فيأخذكم عذاب أليم واذكموا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في أرض تتخذون من سوليا قصور وتنعطون الجبال بيوتا فانكروا آلاء الله ولا تعتم في الأرض مفسدين قال الملؤ الذين استكبروا من قومي للذين استدعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أوسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتوا به كافرون فعقروا ما قطوعتوا عن أمر ربي وقالوا يا صالحتنا بما تعدنا إن كنت من المنسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاتم فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم متأتون الرجال شعوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أقرجون من قريتكم إن الناس لي ستهرون فأنجيناه وأهلموا إن لم رأته كانت من الظابرين وأمطرنا عليهم مقرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أقاموا شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأركم كيل والميزان ولا تبقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبرونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكذركم وانظروا كيف كان عاكبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاسدروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اشتركوا في القناة